اعلنت السلطات الصحية في الصين الاثنين تسجيل 103 اصابات جديدة بفيروس كورونا وهو اعلى رقم منذ نهاية يوليو من العام الماضي من بينها 85 حالة عدوى محلية ويمثل هذا العدد من حالات العدوى المحلية ضعف ما اعلن عنه يوم الاحد وخمسة اضعاف ما تم اعلانه يوم السبت وتم تسجيل معظم هذه الحالات في مقاطعة هوبي الشمالية الشرقية التي شهدت تفشيا صغيرا للوباء ادى الى اغلاق العاصمة الاكنومية شجية شوانج التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة لمدة اسبوع على الاقل واجراء تحليل الحمض النووي لجميع السكان ورغم ان الاصابات الجديدة في الايام الاخيرة لا تزال اقل كثيرا مما شهدته البلاد في ذروة تفشي الجائحة في اواء العام 2020 الا ان السلطات تتحرك بقوة للحد من انتشار المرض من اجل منع موجة اخرى من العدوى وبلغ اجماليه الاصابات المؤكدة في الصين قرابة 88 الفا بينما بلغ عدد الوفيات نحو خمسة الى في حالة اشتركوا في القناة